وللحفاظ على السلم الاهلي ومقتضيات المرحلة الراهنة لاستثباب الاستقرار وطي صفحات المعاناة بجميع اشكالها اقامت مديرية مكافحة الارهاب الفكري بصلاح الدين وبالتعاون مع منظمة نداء جنيف ورشة بعنوان انفاذ القانون وحماية النازحين بتكريتا وتهدف لمناقشة وحل الاشكالات التي تقف بوجه عودة الكثير من الاسر النازحة لمناطق سكنها الاصلية تقام هذا اليوم السبت في قاعة الماص في تكريت الورشة المعنية بالقانون الدولي الانساني وحماية النازحين وذلك بتعاون مع منظمة نداء جنيف حقيقة مديرية مكافحة الارهاب الفكري في محافظة صلاح الدين تسعى دائما إلى معالجة بعض المشاكل وترطيب الأجواء ما بين القوات الموجودة في صلاح الدين واليوم نستضيف في مدينة تكريت اللواء الواحد والاربعين في هيئة الحجد الشعبي في قيادة عمليات صلاح الدين وهو اللواء الذي يقوم بمسك الأرض وحماية ومن واجباته مناطق يثرب وغيرها هذه المناطق التي شهدت اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى أمنا وأمانا ونسعى أيضا إلى مناقشة بعض المعوقات التي تحول دون عودة بعض العوائل من أهلنا النازحين في تلك المناطق حقيقة كان اللقاء مثمر وكانت النقاشات في هذا الموضوع حقيقة نقاشات مثمرة سائلين الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويوفق الجميع لما يحبه ويرضاه ترجمة نانسي قنقر